السلام عليكم لو كنت سألتني السنة اللي فاتت بعد نهاية الموسم الثالث من المسلسل اللعبة ايه رأيك في المسلسل؟ كنت اكيد هتسمع مني ما لا يسر ولا يسعد طقم المسلسل ولما عرفت ان هيكون فيه موسم رابع كنت مقرر بنسبة 99% اني خلاص مش هتفرد كده انا خلاص علاقتي بالمسلسل ده انتهت مع اني كنت حابي بالمسلسل ده بعد نهاية الموسم الاول وشوية اقل بعد الموسم الثاني لكن لان بنتي متعلقة قوي بالمسلسل وبتحب مواظه وفريق مواظه وتحب المسلسل وجو اللعبة والتحديات دي فكان طبيعي انها هتتفرج على الموسم الجديد وبعد سبع او تمن حلقات لقيتها مبسوطة قوي من المسلسل وكمان لقيت مراتي مبسوطة هي كمان وبتقولي الموسم ده مختلف جدا عن الموسم اللي فات ومتأكد انه هيعجبت بصراحة ما كنتش مقتنع في الاول بس قلت اجرب اشوف حلقة ولا اثنين وبعدها تعالوا بقى قولكوا عالا حصل اهلا بكم مرة تانية انا احمد غانب في البداية يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعوا له زر الجرس وكمان تعملوا لايك وشير بقولي كيه اللعبة اعرف انت بتلعب مين انا مقظه وده واسير احرف انت بتلعب لو مش عارف انت لعبنا نجيب حد تاني يلعبنا يبقى توكلنا على الله انا مش عارف ازاي بصراحة ممكن الاقي تفسير للفرق الكبير قوي بين مستوى الموسم الثالث والموسم الرابع من مسلسل اللعبة فيه فرق واضح في مستوى جودة الكتابة بالرغم من ان مؤلف الموسمين هو واحد الكاتب احمد سعد والي مسلسل اللعبة الموسم الرابع دوري الابطال قدر يرجع تاني المسلسل لمستوى عالي جدا من النجاح مش هادر اقول طبعا انه بقوة اول موسم لكن ممكن اقول انه قرب منه بدرجة كبيرة المسلسل اكيد زي ما انتوا عارفين من بطولة هشام ماجد وشيكو ومعاهم ما يكساب وميرنا جميل طبعا غير باقي اعضاء الفريقين الجمدين فريق مازو وفريق وسين في الموسم ده ما زال الصديقين اللادودين بيتنافسوا داخل لعبة عجيبة جدا بتطلب منهم تحديات صعبة وقصاد التحديات دي بياخدوا فلوس كتيرة جدا بجانب بعض النقاط لكل لعب والفريق بتاعهم اللعبة اللي بدأت مع الاتنين من وهم اطفال صغيرين بتخلق جو منافسة شديد جدا بيأثر على حياتهم وعلى عائلتهم واصدقائهم اللعبة بتستحوز على حياتهم بشكل كامل وفي الموسم ده اللعبة بترجع ترتفع تاني لمستوى عالي جدا في التحديات بتاعتها وفعلا بتطلب تحديات صعبة واثناء اللعب بنشوف مستوى عالي جدا من الكوميديا من كل لاعبين الفريقين كوميديا مبنية على التناقض بين طبيعة الشخصيات الغريبة وعلى مستوى زكائهم المحدود جدا مقارنة باللاعبين الرئيسيين مازو واسين لكن الإضافة الجديدة في الموسم ده إن التحديات نفسها دمها خفيف هتخليك تدحك بعيدا عن تصرفات الشخصيات وردود أفعالها الغريبة اللعبة نفسها بتكون مصدر للضحك وهنا اسمحولي أتكلم شوية عن مشكلتي مع الموسم الثالث اللي كانت مخلياني مقرر إني ما تفرجش على الموسم ده المشكلة الكبرى كانت في النص مستوى الكتابة الموسم اللي فات كان سيء جدا ممكن تقول إن 80% منه عبارة عن تكرار الإفيهات وكوميكس وتعليقات من السوشيال ميديا كان فيه استسهال سيء جدا في كتابة الحوارات وابتقار التحديات وحتى في قيمة جوائز كل تحدي الشخصيات كلها تقريبا ما كانش عندها جديد تقوله أو تعمله ما كانش فيه ضحك طالع من الشخصيات أو حتى عليهم كل العيوب دي تقريبا اختفت بنسبة كبير قوي مع الموسم الرابع تقدر تقول إن كل شخصية قدرت تستعيد التوازن بتاعها داخل العمل العلاقة بين مازو وشايماء والتنافر اللي بينهم والعلاقة الملزقة قوي بين وسيم وإسراء بجانب تعاملات كل واحد منهم مع أعضاء فريقهم ومعاناته معهم التحديات كانت مكتوبة بزكاء وببساطة ما كانش فيها دعائدات كتير قوي كان التركيز الأكبر على ردود أفعال كل لعب في الفريقين ومحاولة خلق ضحك حقيقي من ردود أفعالهم وهم في المواقف لما كانوا بيلعب ممكن أقول أكتر حاجة فجأتني في الموسم ده وكنت خايف منها بصراحة هو التحاول اللي حصل لجميل التغير الاجتماعي اللي حصله لما اتنقل للكم فعلا وكنت مستنى شوف إيه اللي هيطلع من شخصيته بعد التغير ده لكن بصراحة النتيجة كانت لطيفة فعلا مرنة جميل ومي كساب عملوا أدوارهم بشكل جميل جدا مبسوط أكتر من مي كساب بصراحة لأنها قدرت ترجع لمستوى عالي جدا بعد ما كان مستواها في الموسم الثالث وحش قوي اللي مش شايف إنه حصله أي تقدم أو تطور في شخصيته هو أحمد فتحي اللي بيقوم بدور سعده كنت مستنى منه إن دوره وأدائه يعلى أكتر ويوصل زي ما كان في الموسم الأول لكن للأسف ده ما حصلش محمد أتاكا اللي بيقوم بدور غريب كان أفضل بكتير الموسم ده وظهر اجتهاده في أكتر من موقف عارف عبد الرسول وسامم غاوري عملوا أدوارهم زي ما هي لا أكتر ولا أقل بيقدوا على أد المكتوب ليهم اللي محسيتش بيه بصراحة هو محمد عمر الليسي اللي بيقوم بدور عصفورة مش شايف إن كان في أي جديد عنده وقبل ما أتكلم عن المجمين الكبار حشاب ماجد وشيكو خلوني أتكلم عن ظهور بعض الشخصيات الجميل جدا في الموسم ده وقدي إيه دورهم كان مهمة قوي في تطوير الحكاية أولا أكرم حسني في دور باسين هايل 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 الحلقات اللي ظهر فيها أكرم كانت ممتازة وكانت الكوميديا فيهم من أفضل ما يمكن وكنت بتمنى إنه يظهر في حلقات أكتر كمان ثانيا زهور الأستاذ محمد التاجي بصراحة محبتهش قوي خصوصا إن طبيعة الشخصية اللي كان بيعملها ما كانتش مريحة حتى الكوميديا اللي طلع منها كوميديا مكررة جدا وممكن توصل معك لدرجة الملل ثالثا ظهور الفنان محمد الصوي في دور زعيتر حبيته بجد كان لطيف جدا وكان لايق فعلا في الدور وفي طريقة الكوميديا اللي قدمها رابعا أنا بحب أيمن منصور جدا ومن زمان بحب طريقة أداءه وبحب الكوميديا بتاعته بالرغم من إنها متكررة وعلى نمط واحد تقريبا هو هو من أول ما ظهر في فيلم بنات العم ومسلسل الرجل العنات بس بصراحة مازال بيدحكت وحبيت دور إياد جدا وكمان حبيت دور الفنان محمد عبد العظيم اللي قام بدور والده وأخيرا هتكلم عن ظهور الفنان محمد عبد الرحمن بالرغم من إن مساحته محدودة قوي إلا إن حبيت الأداء اللي هو عمله ووصل الشخصية بشكل حلو قوي وأعطى فكر شوية من اللي ممكن يعمل نفس الدور ده بطريقة زيه أو أحسن منه تقريبا نفيش دلوقتي بقى هتكلم عن النجمين هشام ماجد وشيكو فهبدأ بشيكو شيكو من الفنانين المجتهدين جدا من الناس اللي انت تحب تتفرج عليهم حتى لو انت شفت إنه ما بيجددش قوي في طريقة أداءه لكن لإن مساحة الكوميديا بتاعته عريضة جدا مش قصدي عريضة عشان حجمه قصدي عريضة عشان تفعل إنه عنده كمية رأكشنات وعنده طرق في إلقاء الإفهات بتاعته أو في ردود الأفعال تخليك بجدة تتحكي مهما كانت المواقف دي ممكن نشوف إنها اتكررت كتير ممكن نشوف إنه أداءه هنا زي أداءه هنا لكن هو فعلا عنده طريقة أداء مميزة مفيش حد يقدر يلعب في المنطقة دي زي شيكو مبسوط ليه جدا إنه السنة دي بدأ أول بطولة سيمائية ليه في فيلم ابن الحج احمد وتكلمت عنه بشكل كويس جدا لإن الفيلم عجبني فعلا ممكن تكون شخصية وسيم نفسها شخصية مش محبوبة قوي بالنسبة لي يعني أنا مش بحب طبيعة الشخصيات دي لكن لو أنا تكلمت عن أداء شيكو في الشخصية فهو أداء عبقري هو ماسك الشخصية فعلا من منطقة جميلة جدا قادر يوازن بين العلاقة بينه وبين إسرائيل اللي بتخلينا يعني نضحك ساعاته ونزهق كتير جدا وبين ردود أفعاله وبين طبيعة شغله وبين الإفهات اللي بيقولها في المواقف المختلفة خصوصا لما بيعاني مع فريقه كل الحاجات دي شيكو بيعملها بمنتهى البساطة ودي أهم ميزة في الكوميديان إنك ما تحسش إنه بيعمل مجهود عشان يقدم لك الإفهة أو يقدم لك رد الفعل اللي يدحكك تحس إنه هو بيقدم لك الكوميديا وهو سايب إيديه زي ما بيقوله شيكو من الناس اللي أنا بحبها جدا واللي أنا كنت بحب جدا جدا لما كان دوره في السلاسي هو وأحمد فاهمي وهشام مع بعض كان هو عامل الأداء اللي في النص اللي بين أحمد فاهمي اللي بياخد كتير قوي عشان يليدي لك الموقف وبين هشام ماجد اللي بيدي الموقف بشكل سريع جدا وشكل ذكي شيكو كان هو دايما المراية أو رد الفعل بين الاثنين وعشان كده أنا بحب جدا شيكو باتمنالك كل التوفيق أما النجم هشام ماجد فده لازم أتكلم عنه كتير قوي لأن هشام عنده تحدي كبير جدا إحنا تعودنا في التاريخ الطويل بتاعنا إن إحنا دايما نشوف الكوميديان يبقى شخص كاركتر يعني شخص شكله مش تقليدي شكله مش نمطي أكيد أكيد لازم ما يكونش وسيمي لازم ما يكونش شكله حلو قوي فإن ييجي واحد زي هشام ماجد بكل مواصفاته الشكلية دي ويكون شكله أقرب للجام برميير ويبقى ناجح جدا في الكوميديا أنا شايف إن ده نجاح كبير جدا لي الوحيد اللي كان عمل ده قبل كده كان هو محمود عبدالعزيز الله يرحمه فإن ماجد قادر يعمل ده وببساطة وبدون تكلف وبدون مجهود وبدون أفوره هو فعلا قادر يديك الأداء الكوميدي البسيط من الشخصية الزكية الشخصية اللي ما عندهش مشاكل الشخصية اللي بتعاني مع الآخرين اللي حواليها واللي هي بتضطر كل مرة إن هي تصلح اللي بيعملوه كوميديا الشخص الزكي كوميديا مش سهلة أبدا أنت ممكن تزهق منها بعد شوية محتاجة إن الممثل اللي يعمل النوع ده يكون عنده تجديد طول الوقت ويكون عنده يعني زهن حاضر في إلقاء الإفاي بتاعه في الوقت وبالطريقة اللي تخليك تضحك من المفارقة العجيبة اللي محطوط فيها الشخص الزكي ده هشان ماجد عمل بطولات كتيرة جدا لوحده وقدر يقنع الناس بموهبته فعلا ومبسوط بيه هو وشيكو في الموسم ده إنهم قدروا يرجعوا مسلسل اللعبة للمستوى العالي ده في نهاية المسلسل أعرفنا إن خلاص هيكون فيه موسم خامس أتمنى من تقم العمل كله إنه يركز جدا في الكتابة إنه يحاول يضيف خيوط جديدة للعبة يحاول يضيف شخصيات زي ما ضفه شخصية باسيم شخصيات تعمل حركة جديدة في المسلسل وتخلينا متعلقين بيه زي ما تعلقنا بعد الموسم الأول تقييم الموسم الرابع من مسلسل اللعبة هو 8 من عشر يريد تقولوا لرأيكم وتعرفوني إيه الحاجات اللي عجبتكم في الموسم ده وإيه الحاجات اللي ما عجبتكوش وإيه المفاجآت اللي ما كنتوش متوقعين والشكل لكم مرة تانية على المتابعة ما تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس تعملوا لايك وشير مع السلامة